اشتركوا في القناة بشكل جزء مع احتمال لتساقط زخات من الامطار في مناطق متفرقة تتراجع الحرارة تستقر حول الاربع درجات مئوية هذه ليلة الاجواء باردة جدا فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية وايضا في مناطق البادية السهول الشرقية وايضا احتمال لتشكل السقيع في تلك المناطق بالنسبة ليوم الغد درجات الحرارة مرة اخرى حول معدلاتها السنوية نتحدث عن 14 درجة مئوية والاجواء غالبا صافية الان نستعر الدرجات الحرارة الصغرى لهذه الليلة وايضا العظمى اليوم الغد ابدأ من المناطق والمدن الجنوبية الليلة في العقبة 12 درجة مئوية 7 درجات فقط في وادي رم غدا في العقبة تلامس الـ 21 درجة وفي وادي رم 19 درجة مئوية اجواء باردة جدا في رأس النقب وفي معان فقط 3 درجات لهذه الليلة غدا في معان تسجل العظمى 13 درجة مئوية كذلك الحال في رأس النقب وكميات مختلفة من السحب 4 درجات في الشوبك 5 درجات في الطفيلة درجة مئوية واحدة في الرشادية البتراء 6 درجات فقط الطفيلة 14 كذلك الحال في البتراء والشوبك 13 درجة مئوية هذه الليلة 5 درجات في الكرك 16 في غور الصافي 10 درجات في وادي الموجب والفرصة مهيئة لتساقط زخات محلية من الامطار الكرك غدا 14 درجة مئوية غور الصافي تلامس الـ 21 درجة 3 درجات في مأدبة فقط منطقة مطار الملكة علياء الدولي 0 مئوي وأيضا تساقط لزخات من الامطار هذه الليلة غدا تلامس الـ 16 درجة مئوية في منطقة المطار ومأدبة 4 درجات في غرب عمان شرق عمان 6 درجات مئوية مرج الحمام أجواء باردة 3 درجات فقط مرج الحمام غدا 13 وفي العاصمة 14 درجة مئوية سوية الـ 3 درجات هذه الليلة الزرقاء 6 درجات غدا في الفحيص 14 كذلك الحال الصلط 14 درجة مئوية إذن درجات الحرارة حول المعدلات السنوية 6 درجات في عجلون واحتمال أيضا لتساقط زخات من الامطار في المناطق الشمالية إربد هذه الليلة 8 درجات غدا تلامس 16 درجة مئوية الشونة الشمالية 21 درجة مئوية أذكر بتشكل السقيع هذه الليلة في مناطق البادية أخاص المناطق البادية الشرقية وأيضا فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية المفرق 16 درجة مئوية وفي جرش غدا تلامس 17 درجة الأزرق 5 درجات واحتمال لتساقط أمطار حتى في المناطق الشرقية غدا في الأزرق 15 درجة مئوية أربع درجات في الصفاوي ورويشد أيضا أربع درجات أيضا توقع تشكل الضباب في منطقة الصفاوي ورويشد خلال ساعات هذه الليل وأيضا ساعات الأولى من صباح يوم الغد الجفر 16 درجة مئوية وسحب متفرقة استقرار على درجات الحرارة خلال الفترة القادمة يوم الاثنين ترتفع إلى 15 درجة مئوية أيضا الثلاثاء 15 درجة مئوية ولكن أجواء شديدة البرودة واحتمال لتشكل السقيع خلال الليلتين القادمتين أشكر لكم طيب المتابعة